اهلا بكم مفقرة دينا كتير اهلا واضفها الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الاسلامية اهلا بك يا استاذ محمد اهلا بك كنا انتهينا من حروب الردة نعم نشوف كده جزء من حلقة الاسبوع اللي فات ايام العز والهنا طيب نشوف كده فالحقيقة ان سيدنا ابو بكر وشعاره اينقص الدين وانا حي هو ده الشعار الذي حافظ على الاسلام كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة حروب الردة هذه من اجماعات الصحابة وهذه اقوى الاجماعات الجماعة الفقهاء والاصوليين يعني ايه مصادر التشريع مصادر التشريع القرآن والسنة والاجماع واقوى الاجماع هو اجماع كان بعد خلاف يعني يعني كان حصل خلاف وبعد ايه اتفأنا كلنا على الرأي وقد كان هذا هو حرب المرتدين انه كان من اجماع الصحابة رضوان الله علينا. وستاذ محمد الهامي يعني في في الحلقة الجاية ان شاء الله اذا كان لنا عمر يعني حنتكلم عن الخطوة القادمة في سياسة سيدنا ابو بكر رضي الله عنه في دولة لسلامة ان شاء الله انت عندك حاجة تاني. يعني احنا بحس ان احنا ماشيين في سلسلة المعارك الفاصلة فالخطوة القادمة او المعركة القادمة هي هتبقى معركة القادسية هتبقى في عدد سيدنا عمر رضي الله عنه كمعركة رئيسية في فتوح الجبهة الفارسية بشكر حضرتك جداً أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية شكراً لقد شكرك جداً الحقيقة أنه أنت تعرف أنه صدام حسين أنت وزير حاجة دلوقتي لا بستفتح أستطيع أن أقول صدام حسين ليت أجوت الحاجة لا 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 كان عمل أنتج فيلم اسمه القادسية كان بطولة سعاد حسني كان أصرف عليه كتير قوي والغريبة الفيلم ده لم يرى النور يعني ما شفتناهوش أو ليلة اللي شاهدوا أهو قد زع فيديو أنا فاكر زمان شفته فيديو بس يعني كان كده مع مجموعة إسلامية يا إسلاميين بتشوفوا سينما لا كانوا بشوفوا معركة القادسية حتى أظن كان يعني الفيلم ده كانوا بيحترموا نفسهم فيه فما كانش فيه مشاهد خارج لا 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 كانش فيه مشاهد بس هو هتم بالمعركة دي تحديداً وعمل وصرف عليه جامد قوي صحيح ولم يعرض لكن بعد كده لما بقى فيه عصر اليوتيوب وكده فمتاح يعني متاح يعني لم يأخذ حظه الفيلم ده لكن أنا كنا مستغربين ساعتها ليه صدام اختار القادسية تحديداً كمعركة فاصلة في التاريخ الإسلامي انت النهار ده بس فتحت نفسي النجيب الحكاية دي لماذا كانت البداية بفتحات فارس بسم الله والحصول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله والسلام مسألة الفتحات هي إزاي بدأت بدأت إنه إحنا وإحنا لما تكلمنا عن حروب الردة فنقدر نقول إن الساحل الشرقي للجزيرة العربية كان فيه مرتدين الشرقي اللي هو ناحية إيران والحترام نعم فبعض هؤلاء المرتدين تلقوا دعماً من الفرس بالمال وبالجنود أحياناً فكان سيدنا المثنى بن حريس الشايباني وهو من بني شيبان وبني شيبان يعني يقعون في هذه المنطقة فكان وهو يحارب المرتدين لما انتهى من حرب العرب طارد فلولهم من الفرس فهنا حصل الاشتباك الأول في عصر الخلافة الراشدة بين المسلمين وبين الفرس إنهم دخلوا على خط الردة دعموها بالأموال وبالسلاح وبالرجال وبالتالي كان نهاية المعركة معهم إنه كان فيه كمان جيوش فرسية تعقبها سيدنا المثنى بن حريس الشايباني ولما تعقبها كانوا يعني من رعبهم ومن هزيمتهم كانوا يخلوا له المناطق التي كانت هي بالأساس تحت حكم الفرس فتقدمت مساحة العرب مثلا إذا قلنا مساحة العرب على الفرس فساعتها أرسل سيدنا المثنى بن حريس الشايباني إلى سيدنا أبي بكر يعني يستشيره فيما يفعل يترى يواصل الفتوحات أو يبدأ الفتوحات في فارس ولا يعني عند أبي بكر رأي آخر فسيدنا أبو بكر جمع الصحابة وشاورهم وكانت هذه الفاتحة اتفقوا على أن المسنى بن حريس الشايباني يكمل الفتوحات وتظل هذه هي الطليعة ثم ما إن ينتهي خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش الرئيسي الذي يحالي المرتدين حتى يلتحق به مددا ويكون هذا هو أول الفتح لأن حالة الحرب أصلا بين الفرس وبين المسلمين بس أنا عندي سؤال يعني التاريخ العربي كله في الأغاني لأبي الفارق العسفحاني التاريخ العربي كله قبل الإسلام أو قبل البعث النبوية كان بيكلم على أمبراطريتين الروم والفرس والفرس كان أو الروم يعني كان هنا جزء من العرب الغساسنة بيحرسه تخوم الروم صحيح وجزء من هنا اللي هم المنازرة بيحرسه تخوم فارس أو الفرس فكنا نسمع طول الوقت على النعمان بن المنزر وشقائق النعمان وجنود النعمان والنياق الحمر بتاع النعمان كل التاريخ العربي في الوقت ده بتحدث عن النعمان اللي هو كان حرش الحدود للإمبراطورية الفارسية نعم وكان العرب لما يوصل واحد فيهم للنعمان للملك النعمان يبقى تاريخ وصد الملك نعم كيف تم تدمير هذه الصورة الزهنية في سنوات ربما يعني بعد سنين كثيرة جدا في سنوات قليلة هو هذه من الأمور المدهشة لكل المؤرخين اللي متابعين المشهد وكانت من الأمور المدهشة للفرصة نفسهم يعني الفرصة نفسهم لما هنشوف فيما بعد لما حصل رسائل بين سعد بن أبي وقاص وبين يزدجرد ولما حصل رسائل بين سعد بن أبي وقاص وبين رستم اللي هو قائد الجيش الفارسي فكانوا مندهشين أنتوا إزاي كعرب اللي احنا يعني في مثلا كلام يزدجرد بيقول أنكم كنتم من أهون الناس دارا ومن أضيعهم قرارا يعني دول أنتوا ناس كنتوا ضيعين تماما وإحنا حتى لما نبقى عايزين حاجة منكم فإنما نكلف بيتا من بيوتكم فيكفينا إياكم يعني في الآخر لما أبقى عايز حاجة منكم ما بوديش جيش فارسي ده أنا أبعث لواحد من أتباع العرب فهو بيخلص المسألة دي وإحنا قلنا برضو قبل كده أنه لما وصلت رسالة النبي إلى كسرة كسرة عمل مزق الرسالة لمجرد أن بدأ النبي باسمه يعني من محمد رسول الله إلى كسرة عظيم فارس هو ما كاملش الرسالة العبد من عبيدي يقدم اسمه على اسمي مزق الرسالة ثم أرسل إلى عامله على اليمن أن يتقبض على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يشبه مازلا يعني واحد عايز أقول إيه واحد مثلا في أمن الدولة اللي في القاهرة فواحد من قرية كده تبعه قال له فبعث لفرع أمن الدولة اللي في القرية دي قال له يا أبني هاتل بس هاتل اللي عندك فهو كان تصوره للعرب كده وكان حقيق يعني ذك نعم وكان حقيق لأنه يعني العرب كانوا قوما مستذلين وكما في القول المشروع سيدنا عمر كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما بتغينا العزة في غيره أذلنا الله فهم أي ونعم العرب كانوا دار مضيعة فعلا ما فيش اتحاد يعني العرب معرفوش يوصلوا للدولة مثلا معرفوش يوصلوا لقصة أنهما يبقى لهم كيان سياسي جامع وكان مما يفتخر به شعراؤهم إن الملك لا يستقر فيهم يعني عمر بن كلسوم لم يقولوا أيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا احنا نسل نخضع لملوك وهكذا يعني وطبعا حتى الملكيات القليلة التي نشأت زي عمر بن هند وزي ملوك كند يعني هؤلاء ما كانوش الممالك التي تشبه فارس والروم رحوا فين المنازلة بقى اللي كانوا على حرس الحدود لا لا دول كانوا قاعدين يقاتل المسلمين دفاعا عن الفرس وسنجد أن الفرس في اللحظات الفاصلة كانوا بيتخلوا عنهم وينسحبوا وكانت هذه القبائل العربية تقاتل جيوش المسلمين وأحيانا لما بتجد نفسها يعني ظهرها قد خلى من الفرس فيصالحونهم على الجزية وبعضهم كان يدخل في الإسلام يعني خالي بس إشان الناس سبع المشاهد معنا في التلفزيون لو في خريطة بس للجزيرة العربية نوري فين المنازلة دول لا أكبر من كده شوية يعني خريطة برضو أكبر من كده لسه ما شفناش المنازلة يعني أنا ما فيش عند الأداد أتصالح لا أصدي 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 أي حتى خريطة من الجزيرة العربية يعني ما يسمى بالسعودية الآن يعني لا لا مش دول يعني كل حال هما كانوا في حدود العراق في حدود العراق الحالي لكن قبل الفرات قبل نهر الفرات يعني شرق الفرات يعني غرب الفرات غرب الفرات نعم هذه منازل القبائل العربية ودول كانوا بيحاربوا نعم وحاربوا المسلمين وكانوا يعني يوالون الفرس وجرت بينهم وبين سيدنا خالد من الوليد معارك وفيها تصراف القتلة نعم يعني لم يعلن المنازل إسلامهم لا ككتلة عامة لم يعلنوا إسلامهم إنما هم أيضا كانوا تقسموا وتفرقوا يعني دلوقتي لو إحنا بصنا للإمبراطورية الفارسية هللاقي فيها تلت عواصم كبرى العاصمة الأولى هي الحيرة وهذه تسمى عاصمة عرب العراق العاصمة الثانية هي المدائن هذه العاصمة الكبرى للإمبراطورية الفارسية ثم هناك عاصمة ثالثة كده اجتمع فيها في النهاية الجيوش الفارسية وهي نهاوند نعم وهذه فيما بعد لما فتحت المسلمين سموها فتح الفتوح لأنه كانت انتهت الإمبراطورية الفارسية بس نحن نتكلم أنه البداية لاستضامة الأول كان الأعراب الموالين للدولة الفارسية الإمبراطورية الفارسية كانوا يحاربون معها ويقاتلون المسلمين لم يصل الإسلام إليهم لا هو وصل الإسلام إليهم بس هم أخذوا هذا الموقف يعني رفضوه نعم وهو من قبل هذا من زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صرايا ورسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرب شمال الجزيرة العربية اللي بنبقى دخلنا في حدود المناذرة والغساسنة هذه القبائل رفضت الإسلام وتأشبت يعني حاربت مع الفرس والروم ضد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معركة مؤتة اللي هو استشهد فيها القادة الثلاثة دي كانت جيش اللي الروم فيها 200 ألف مئة ألف منهم من الأعراب يعني مئة ألف من الأعراب ومئة ألف من الروم والاتنين متحالفين وهكذا وهي أصلا نشأة هذه المعركة لأن واحد عربي اللي هو شرحبيد الغساني قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن مالك الأزدي يعني كأي دولة كأي دولة عميلة أو كأي دولة مقهورة أنا عاسف هذا الجزيرة العربية وكده الفرس بعد خليج البحرين صح؟ أو فوق شده شوية عرض الرافدين وكده فوق الغساسينة هي جنب الإمبراطورية المنازرة هم أرض الرافدين هتلاقي المنازرة إلى الغرب من نهر الفرات إلى الغرب من نهر الفرات مزبوط صحيح والغساسينة على حدود الإمبراطورية البيزنطية اللي هي على حدود الشام طيب إحنا دلوقتي قدام المنازرة دول بقى اللي كان شعراء العرب يروح يلقي قصيدة قدام الملك النعمان وتسجل هذه القصيدة وياخد العطاية ومش عارف لإيه حتى عنطرة مشهورة في قصة عنطرة نعم نياق الحمر ودول كانوا حرس الحدود للإمبراطورية الفارسية نعم دول في حرب الإسلام كان منهم مئة ألف من العرب ومئة ألف من الروم في معركة مؤتة في غزوة مؤتة من الغساسينة كان مئة ألف من أعراب هذه المناطق ومئة ألف من الروم دفع الغسنة أنا بكلم عن منازرة بقى وصل إلى المسلام ورفضوه نعم أنا بقولك زي ما بتعمل أي دولة يعني مقهورة تحت سلطان دولة أخرى فهي خلاص منتمية لها بتمثل مصالحها بتبقى خط الدفاع الأول لها طيب وهكذا يعني لكن لا تدين بدينها لكن لم تكن تدين بالنار أو بال لا لا منهم هذا ومنهم هذا منهم من دانا بن نصرانية زي بنوا تغلب هؤلاء فشت فيهم النصرانية وبنوا تغلب كانوا يعني في تخوم هذه المناطق يعني تقدر تقول دلوقتي في الكويت كده وإلى الجنوب منها هذه دياروا بني تغلب كانوا من النصارى وهو لا يظلوا على نصرانياتهم أمدا يعني فضلوا نصارى فترة طويلة لغاية الدولة العباسية مثلا ومنهم من كان يعبد النار ودخله في المجوسية يعني حاصل التفاعل الطبيعي بين أي قوم إلى جوار اللي هي سخافة الغالب نعم حاصلت سخافة وبالتالي بقت عندهم ديانة المجوس بالضبط بالضبط طب داخل داخل الفتوحات داخل فارس ما الحالة داخل فارس الحالة داخل فارس احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله أن الكسرى مزق كتابه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال مزق الله ملكه وبالفعل في الليلة دي لما لما راح بتاع اليمن أمير اليمن أرسل اثنين إلى المدينة علشان يعتقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن الله قد قتل صاحبكه قاتله ولده طبعا هم استغربوا استغربوا جدا أنه الخبر زي وصله إحنا لسه جامين هناك فعادوا مع هذه الدهش أو الدهش فلما عرفوا أن هذا قد حصل في هذه الليلة التي سماها لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وده كانت بداية إسلام أهل اليمن ومن هؤلاء احنا قلنا الحلقة اللي فاتت أنه جماعة الأبناء هم اللي كان آباءهم من الفرس وهمهاتهم من العربيات اليمنيات فهؤلاء جماعة الأبناء ومنهم الفرس الذين أسلموا وكان أمير اليمن فيروز وهو أحد الفرس فهنا حصل هذا الانقلاب من الإبن على أبيه ثم دخل البلاط الفارسي في اضطراب شديد هذا الاضطراب دخلنا بقى في موجة متتالية من الانقلابات وهذه الانقلابات أحيانا جاءت بأميرات من البيت الساساني لأنه لا يوجد رجالة أو كسرة الذي انقلب على والده شيرويه هذا تتبع أبناء كسرة بالقتل لكي لا ينافس على ملكه ومع ذلك قتل وبدأت تظهر طبقة العسكريين داخل الإمبراطورية الفارسية طبقة العسكريين اللي هم عايزين مثلا يتزوجوا من الأميرة لكي يكونهم أصحاب الحكم الفعلي فحصل هنا بدأت تتولى النساء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة قيل في هذا حتى بعض العلماء هذا حديث صحيح هو حديث صحيح لكن بعض العلماء الذين يجيزون تولية المرأة يقولون إن النبي قاله تعليقا على حالة مخصوصة وهي حالة فارس إنه فارس يعني رغم من فيها من الرجال الأكفاء الذين يستطيعون إدارة الدولة للوثنية الجاهلية والإيمان بتفوق الدم الساساني ولوا عليهم امرأة وهي لا تكون كفأة فهؤلاء لا يفلحون يعني القوم الذين تصل قيامهم من الفساد إنهم يستبعدوا الكفء ويولوا غير الكفء علشان غير الكفء ده دم منابيل الناس دول لا يفلحون أيها فهمت فدي بعض إرادات الناس يعني العلماء اللي قالوا إنه يعني الحديث ده ليس حجة في مسألة ولاية المرأة طيب خليني بس أتوقف هنا النظرة الأولى هنقف عند المنازرة مرة تانية بعد إذنك لم تكن هذه الفكرة الثقافية أو لم تمت هذه الفكرة الثقافية فكرة إن أنتم قوم كنتم ضائعين أو اللي قالها مين يزدجر يزدجر لما قاله أنتم كنت قوم أضيع الناس دار هذه الفكرة لم تمت حتى الآن واللي نتج منها فكرة الشيعة وفكرة إنهم ممكن يكونوا شايفين إنهم كانوا أصحاب حضارة حتى بعض المؤرخين يقولوا كده إن الفرس كانوا أصحاب حضارة بينما العرب لا يملكوا حضارة والله يشوف يعني هنا في تفريق مهم وضروري الشيعة والفرس يعني في تداخل لكن في تفريق طيب إحنا لازم نبقى فاهمين إن الشيعة في منهم عرب وفرس وقرد وكل حاجة وإن الفرس في منهم شيعة وسنة الفرس في منهم شيعة وسنة حتى يعني حتى هنا في تركيا أنا شخصيا قابلت ناس من الفرس السنة أنا قابلت أحد إيراني سنة من الفرس يعني هو مش إيراني مش عربي سني لا هو فارسي نسبه النسله فارسي لكنه سني فيه تداخل في هذا الموضوع لكن بعض الناس هم بيحاولوا يحللوا لماذا فشى التشيع في هذه الأنحاء يعني فكر الشيعة ده فعملوا هذا الربط قالوا أنهم عندهم تأثر بالساسانية والكسروية فهم انتقلوا من تقديس بيت كسرة إلى تقديس بيت علي رضي الله عنه اللي هو الأئمة المعصومين والتوارس في إمامة أهل البيت وهكذا إن هذه الفكرة فكرة العصمة والعقيدة في الأئمة وأنهم يتناسلوا من بيت واحد الفكرة دي أصلها ساساني كسروي أحد المخلفات الفارسية التي دخلت إلى الفكر الشيعي الربط ده بقى أنا أريته في دراسات كثير جدا أنه الفرس ظلوا يشايفين نفسهم أنهم عرق أفضل أنهم أصحب حضارة أرقى خصوصا وأن الحسين رضي الله عنه تزوج من حفيدة كسرة حفيدة كسرة كانت قد أسرت ثم يعني آل مقامها إلى الحسين فهنا اجتمع في أبناء الحسين اللي هو بقى دم كسرة دم يعني النسل الفارسي الكسروي وبيت علي بيت علي رضي الله عنه لكن الفكرة لم تمت أنا أصدأ أوله لم تمت وأعيد أبعثوها بالذات في السنين الأخيرة دي يعني في فترة مكانة إيران شاهانية والشاه أعاد القومية الفارسية يعرف أنت الفترة اللي هي إيه كانت عندنا القومية العربية وعند الأتراك القومية القرونية يعني كده وعند الفرس كان فيه القومية الفارسية وكان أعاد إحياء السنة الفارسية وأعاد إحياء الأعياد الفارسية والتقويم الفارسي وفي هذه الفترة أعيد هذه الشعوبية لفكرة أن الفرس فعلا عرق مقدس وقوم مقدس وإنت عارف وقت ما بتغلب فكرة معينة بتبدأ كل طائفة تلتمس لها الأسباب والتأويلات طيب ده ثقافيا لكن داخليا أنت بتقول لي أنه ابنه تقلب عليه ثم ظهرت الأميرات هذه الانقلابات الانقلابات دي دخلت فيه سلسلة من سلسلة من الانقلابات هذا الشيروي الذي انقلب وبعدين قتل الشيروي وبعد ما هو تتبع أبناء كسرى وبعدين جاءت أميرة سبحان الله اسمها راح من دماغي دلوقتي لكن هذه الأميرة أيضا أراد بعض القادة أن يتزوجوا منها لكي يحكموا بالفعل وهي تزوجت بواحد منهم وبعدين قتلته فتأشب له أو تعصب له قائد آخر دخلوا خط الصراع عادة إلى أن انتهى إلى بوران بنت كسرى بوران هذه الأميرة التي شهدت هذه الفتوح وطبعا هي الأميرة التي كانت تحكم في ذلك الوقت الذي اجتاح فيه المسلمون فارس ثم لجأت فيما بعد أن هم يعني أيقنوا أن الوضع بالشكل ده مضطرب وأن وجود مرأة فبيخليها مطمع وبيعمل حواليها خلافات بين القادة فتتبعوا نسلة كسرى من الذكور يعني جابوا كده نساء كسرى الميت وكل واحدة بقوا يسألوها أنت مثلا كان عندي كم ولد وكل ولد راح فين فاكتشفوا أن في واحد أمه خبته عند أخواله في مدينة اسمها أصطخر فذهبوا إلى هذا المكان ووجدوه وأتوا به ونصبوه علشان تتحل أزمة الحكم ويبدأ القادة يركزه في مسألة المعارك والجيوش فالحقيقة الإمبراطورية الفارسية كانت تعيش هذه الفوضى السياسية ومع ذلك كانت أيضا إمبراطورية قوية وكانت قيوشها بتقاتل ببسالة ويعني ما كانتش معنى أن فيها اضطرابات سياسية أن القتال معها كان ضعيف لا أبداً لا كانت مسيطرة على إمبراطورية الفارسية في الوقت داغير المدين ونهواند وحيرة لا كانت مسيطرة على كل العراق كل العراق كانت تحت السيطرة الفارسية لذلك كانت خطة سيدنا أبو بكر فيه بيد الفتوح أنه سيدنا أبو بكر وجه جيشين وإحنا قلنا حتى في حلقة سابقة وإحنا متكلم عن اليارموك أنه دي كانت الخطة بتاع سيدنا أبو بكر أنه بيحب يوزع الجيوش بحيث تتفتت قوة يبدأوا يطلعوا أكتر من جيش فأخرج أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد والجيش الآخر بقيادة عياض بن غنم الفهري والاتنين دول كان هدفهم يوصلوا للحيرة اللي هي أول عواصم العراق وقال أبو بكر أيكم وصل أولا فهو الأمير يعني أعطى القيادة العامة للهوصل الأول طبعا سيدنا خالد بن الوليد هنا بدأت تظهر مفاجآت العسكرية سيدنا خالد بن الوليد بسرعة كده خمستاشر معركة في خلال اتناشر شهر خمستاشر معركة في خلال اتناشر شهر وصل إلى الحيرة وفتحها بينما جيش عياض بن غنم الفهري ما صار سيدنا خالد كان من الجنوب يعني من ناحية الشرق الكويت كده دلوقتي يعني أول فتوحات وكانت فيه كاظمة هي في الكويت دلوقتي وبعدين الأبولة وبعدين الثنية والمزارو الليس إلى أن وصل إلى الحيرة عياض بن غنم الفهري كان خارج من مكان تاني لكنه حصر في دومة الجندل فهو ذهب فحاصر ثم يعني تعصب لها عليه الأعراب فحصروه فصار محاصرا محاصرا لمدة سنة سنة هو مش قادر يقتحم وهم مش قادر يفق الحصار وهم مش قادرين يقضوا عليه لغاية لما سيدنا خالد طهر كل منطقة غرب الفرات وجاء وفك الحصار عن جيش عياض بن غنم الفهري وصارت له القيادة العامة في ذلك الوقت يعني فسيدنا خالد وليد في فتوحات العراق هذه كانت من أسرع وأقوى وأكثر الفتوحات حسما لدرجة أنه احنا متكلم في خمستاشر شهر كان طهر كل ما هو غرب الفرات وزالت منه الإمبراطورية الفارسية وصار تابعا للمسلمين حتى ممكن نشوفها على الخريطة ممكن نشوفها على الخريطة بس هل سؤاله إحنا بنشوفها يعني سيدنا خالد وهو بيطهر كازمة والشريد ده كله هؤلاء الناس ما كانوش على ديانة الإسلام على دين الإسلام مزبوط؟ نعم من تحت بقى اللي هي كازمة ويطلق عليه أحيانا ذات السلاسل ثم الأبولة المذار الولجة والليس أمغيشية السهم الأخضر ده لحد الأنبار لحد الأنبار طبعا هو وصل للحيرة الأول أيها فالحيرة دي هي العاصمة العربية وهي العاصمة الأولى اللي القادسية؟ ما عليك بتاع القادسية؟ لا القادسية قبل الحيرة ثم أكمل إلى الأنبار وأكمل في معارك أخرى حتى عاد عين التمر ودومة الجندل إلى أن يفك الحصار عن سيدنا عياظم الغنم الفهري أنا سؤالي بقى يعني هو عد على كازمة أوجات السلاسل الأبولة المزار الولجة 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 الليس والليس زقار أمغيشية لا أمغيشية أمغيشية أه الحيرة الحيرة سؤالي بقى يا فندم هنا هو كان ده سؤال أول جزء يعني منه كان قوام جيشه قد إيه كان 18 ألف 18 ألف طيب لما كان بيغادر كازمة ويتجئ إلى الأبولة مثلا يعني ما هو النظام السياسي اللي كان يضع لكازمة النظام السياسي هو أنت عارف ما ممكن أهل البلد دول هو يروح مثلا إلى الأبولة بتوع كازمة يصيروا على الحاكم اللي هناك صحيح ممكن وده حصل فعلا بس مش حصل مع سيدنا خالد حصل فيما بعد طيب إيه بعد ضمانات طيب خليني أقول بشكل عام وبعدين هارجع للتفصيل طيب خليني نقول أن الفتوح فتوح فارس كانت تلت مراحل كبرى المرحلة الأولى هي مرحلة قام بها سيدنا خالد بن الوليد وبعدها سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي والمثنة بن حارسة دي المرحلة الأولى المرحلة الثانية قام بها سيدنا سعد بن أبي وقاص ونقدر نقول أنها انتهت عند المدائن يعني القادسية والمدائن المرحلة الثالثة هي ما بعد المدائن إلى فتح نهوانت في المرحلة الأولى دي كان بعد ما سيدنا خالد عمل هذا الإنجاز في فتوحات فارس كانت فتوحات الرؤية سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر أرسل أربعة جيوش أربعة جيوش أبو عبيد بن الجراح شرحبيلي بن حسن يزيد بن أبي صفيان عمر بن العاص وكمان قوة خامسة قياد خالد مسعود يعني كقوة دعم وإمداد سيدنا أبو بكر حاول يفتت جيش الروم على خطته المعهودة أنه بيبعت أربعة جيوش علشان يطلع له أربعة جيوش هرق اللي كان أنه ده ما يحصلش فكان مخلي جيش وجيش واحد وما عنده مشاكل أن المدن تسقط لكن الجيش الواحد يتحرك يحاول تطويق الجبهة يحاول تطويق الجيوش الإسلامية ويستفرد بها واحد وراء الثاني فالجيوش الإسلامية علشان الخطة دي كانت بتفتح المناطق لكن ترجع تاني تلتأم علشان تمنع التطويق فتفتح المناطق وتسيبها وعشان كده بيدفعولهم بيرجعولهم الجيزة تاني فلما فتحات فارس كانت بهذه القوة والسرعة وفتحات الروم مش وصلين لمعركة فاصلة فسيدنا أبو بكر أخذ قرارا بأنه يقسم جيش فارس ويخلي خالد بن الوليد بنصف الجيش ينضم إلى جبهة الروم كويس هنا لما جيش فارس قسم وبقى من 18 ألف تسعة تلاف ورح طبعا بدأت تحصل الإنجازات في فتوح الروم لكن هنا توقفت الفتوح في جبهة فارس وأحيانا اضطر سيدنا المثنى بن حارس الشيباني أن ينسحب من هذه المدن وهو القوات التي تقدر تحافظ عليها وأحيانا الفرس استطاعوا تثوير الناس في المناطق المفتوحة لكي ينقضوا عهدهم مع المسلمين فالذين صلحوا على الجزة خلاص مش يدفعوا الجزة بل وقد ينقلبوا على المسلمين اللي فيها فلأجل هذا انسحب الجيش المسلم الذي كان يعني يباشر فتوحات فارس أكتر من مرة وطلب المدد أكتر من مرة من أبو بكر المصديق ثم من سيدنا عمر بن الخطاب فيعني لازم نبقى واخدين بنا من أن المرحلة الانسياح الكبير كانت مرحلة مع سيدنا خالد لما قسم جيش الفتح بدأت مرحلة من الكمون والجمود والمعارك اللي بينتصر فيها المسلمين صحيح بس مش معارك حاسمة لا تؤدي إلى تقدم طيب فسيدنا المثنى بن حارس الشيباني اللي هو بقى تولى قيادة الجيش المسلم في فتوحات فارس صار يرسل إلى أبو بكر في المدينة أنه يحتاجه مددا فلما أبطأ عليه المدد ذهب بنفسه إلى المدينة ذهب إلى المدينة وجد سيدنا أبو بكر على فراش الموت ثم لم يلبس أن مات وتولى عمر وكان من آخر وصايا سيدنا أبو بكر لعمر أن يندب الناس مع المثنى بن حارس الشيباني فسيدنا عمر ندى بالناس مع المثنى يعني صار ينادي في الناس يعني أهل أمه إلى الجهاد وجبهة فارس محتاجة طبعا الناس كأنها استثقلت جبهة فارس ليه استثقلت جبهة فارس أولا الفرس الفرس الإمبراطورية العريقة تاريخ بقى تاريخ طبعا لهم يعني سمعة سمعة رهيبة وآلات والحاجة التانية أنه خالد بن الوليد مش موجود خالد بن الوليد راجل عربي وإحنا عارفينه من أول ما أسلم وخض معركة مؤتة ثم سلسلة حروب الردة ثم الفتوحات الهائلة في فارس وجاء أنا من المثنى بن حارس الشيباني طبعا المثنى بن حارس الشيباني يعرفه بنه شيبان قومه هو ممن تأخر إسلامه فما يعرفوش الراجل ده ينفع يقود بيهم معركة بهذا الشأن أم لا فوجد سيدنا عمر صعوبة في حق الناس للجهاد مع المثنى بن حارس فأعلن سيدنا عمر لكي يعني يحفز الناس أن من انتدب مع المثنى سيجعله هو القائد على هذا المدد فانتدب له سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي هذا رجل من سقيف أبو عبيد بن مسعود سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي طبعا سيدنا المسنى أحد الناس اللي ضربوا أروع الأمثلة في الزهد والتجرد والإخلاص وأنه يبقى قائد النهاردة ويرجع جندي بكرة ويرجع قائد ويرجع جندي تاني فهو مثلا بدأ فتوح فارس لكن لما راح سيدنا خالد بن الوليد بقى جندي دلوقتي راح سيدنا خالد بقى قائد تاني لما جاء أبو عبيد بن مسعود الثقفي بقى جندي مرتين سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي عمل أكتر من معركة مهمة يعني نقول ثلاث معارك مهمين قدر يستكمل بيهم التقدم الإسلامي في الجبهة الفارسية جاءت معركة اسمها معركة الجسر هذه كانت في شعبان وهي تلاقيها لا مش موجودة هي فوق الجسر جنب باب الفوق الكوفة طبعا الكوفة دي مدينة تعملت بعد آه الجسر آه تمام آه معركة الجسر دي لو تقبلنا يا شباب الخريطة اللي بعدها احنا عندنا خريطة الجسر تاني طيب التانية خيط تانية دي برضو عمليات سيدنا خالد دي معركة الجسر آه خلينا نقوم آه طيب أكثر نرجع للنرجع للخريطة اللي قبلها آه عشان بس أشرح حاجة معنا هنا شايف المنطقة دي منطقة صحراء آه المنطقة دي منطقة جبلية هضبت إيران كويس المنطقة دي كلها منطقة خصبة طبعا صحيح في نهرين كبار اللي هم دجلة والفرات لكن الجزء ده مليان أنهار فرعية كويس الشابكة من الأنهار الفرعية طيب هتولنا بقى الخريطة بتاعة الجسر كل ده أحد الشبكات فهنا معركة الجسر إلا حصل الفرس موجودين هنا والمسلمين موجودين هنا كويس فقبل هذه المعركة الفرس قالوا إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم فكان رأي سيدنا المثنى بن حريس الشيباني وغيره من قادة الحرب إنهم لا يعبروا إلينا خطة سيدنا خالد دائما أنه هو يخلي الصحراء في ظهره ما يدخلش في شبكة المية دي فدايما يقاتل على ضفاف النهر ما يدخلش جوه لكن سيدنا أبو عبيد كان شخصية يعني متحمسة فقال لا بل نعبروا إليكم فأنشأوا الجسر هنا وعبروا عبر جيش المسلمين طيب بمجرد ما عبر جيش المسلمين هنا طبعا القوة العددية الكبرى كانت للفرس فالمسلمون حوصروا بين النهرين ده بين فرعين نهرين ده طبعا ده فرع اسمه نهر النيل وهذا نهر طبعا هي النهار في العراق كل شيء بيتغير أسماءها مع الفرع فأنا مش فاكرا النهر ده كان اسمه ايه لكن الخلاصة أنه المسلمين ما عرفوش يعملوا أي عملية حربية ما عرفوش يستخدموا فرسانهم ما عرفوش يعملوا أي كماين ما عرفوش يعملوا أي مناورات كويس ضغط عليهم الفرس هذه الضغطة الشديدة وكان جيش أبو عبيد 12 ألف حتى طبعا ضغطوا عليهم بالفرسان ثم بالسهام حتى تقهقر الجيش الإسلامي رجع تاني لله لا قبل ما يرجع تاني بقى واحد من المسلمين حب يحثهم على السبات فقطع الجسر فازداد يعني ده مما زاد الطين بلى زي ما بيقولوا يعني فلذلك هذه المعركة هي الهزيمة الأولى لجيش المسلمين في فتحة فارس معركة الجسر وقتل أبو عبيد بن مسعود الثقفي تحت قدم فيل من الأفيال الفارسي لأن الفرس كانوا بيقتلوا بالأفيال فالجيش اللي هو كان 18 ألف مع أبو عبيد بن مسعود الثقفي نظر مات منه أربع تلاف في المعركة وغارق أربع تلاف في هذا الانسحاب وأربع تلاف تشتتوا شذر مذر فكذا لم يبق إلا ستة آلاف آخرين هم الذين استطاع بهم سيدنا المثنى بن حريس الشيباني اللي رجع تاني من جندي إلى قائد استطاع أنه ينظم انسحاب وأنه يعقد الجسر وأنه يعني يتابع انسحاب المسلمين ثم قطع الجسر مرة أخرى لكي لا يلحق به الفرس دي كانت فيه شعبان سنة 13 دي الهزيمة الوحيدة في الفتحات الفارسية وكانت بهذا الشكل بعدها بشهر واحد جاءت أمداد أخرى للمسلمين وخاضوا معركة هي معكوس معركة الجسر معركة اسمها البوايب الطاحنة معركة مشهورة كانت فيه رمضان سنة 13 دي لها خريطة عندنا هات كده الخريطة اللي بعدها علي علي خريطة اللي بعدها يا علي لو سمعت دي معركة البوايب معركة البوايب دي هي معكوس معركة الجسر شوفوا نفس النهرين والفراعين أي والمسلمين موجودين بقى في الساحة المفتوحة دي والفلسفة نعبروا إليكم أم تعبرون إلينا قالوا لا المرات يعبرونكم إلينا فعبر الفرس من هذا الجسر يعني جاءوا من هنا عبروا إلى هذا الجسر فنقدر نقول إنه تم تنفيذ نفس الخطة اللي نفذها الفرس في المعركة الماضية في هذه المعركة طب يا ترى ليه الفرس يقولوا إنه ممكن يعني إنه يتعمل فيهم كده لربما طبعا المصادر لم تكشف هذا لكن أنا متصور إنهما تصوروا إن قوتهم العددية تمنعهم إنهما يتحسوا ونقوة المسلمون تكون ضعيفة نعم لكن الحقيقة إنهما برضو لما عبروا هنا حصل هذا الجيش الإسلامي طبعا ما يمنوا وما يصروا قلب هذا الجيش الإسلامي استطاع أن يضغط عليهم وأن يلجئهم إلى هذه المنطقة المحصورة وفعلا ما عرفوش برضو ينوروا بفرصانهم ولا يعملوا أي حركة يعني التطويق أو التفاف ثم كان الأشد من كده إن سيدنا المثنى بن حريس الشايباني سبق إليهم وقطع الجسر فهم ما بقاش قدامهم إلا إن هم يحاولوا ينسحبوا يعني شاذر وماذر كده من إيه من الأجناب وطبعا ده بيخلي الجيش يعني فريسة سهلة للمسلمين سيدنا المثنى بن حريس الشايباني اعترف فيما بعد أن ده خطأ من أخطائه مفروضا أن أنت ما تحصلش القتال لأنه هيستبسل في القتال هو عندنا حتى يقولوا في البلد ما تحطش ظهر عدوك في الحيط أيوة لأنه مش هيبقى قدامه فرصتين فهو صحيح يعني قال إن ده غلطة لكن يعني قذف الله الرعب في قلوبهم وفعلا هذا الجيش الكبير تشتت وكان ده نقدر نقول يعني ثقر المسلمين لمعركة الجسر هذه معركة البويب وده حصلت بعد معركة الجسر بعد ده يعني الجسر كانت 25 شعبان سنة 13 البويب 13 رمضان سنة 13 يعني بعد 20 يوم 20 يوم طيب المعركة اللي بعدها ثم هو بقى يعني فتوحات فارس هتبقى أكتر بس أنا كنت هاي زقف عند المعركتين دول باعتبارهم الأهم قبل ما ندخل في معركة القادسية طيب هاتلنا الخريطة اللي بعدها هاتل الخريطة اللي بعدها يعني معركة القادسية طبعا القادسية سيدنا عمر فكر إن هو يقودها بنفسه لا بس هو السؤال يعني إحنا قلت لي أهم المدن للحضارة الفارسية كانت نعوان كانت الحيرة والحيرة والمدائن الحيرة والمدائن ثم مايه أهمية القادسية ! fact القادسية أهمية أنها الجيش الرئيسي للإمبراطورية الفارسية وهو يواجه المسلمين يعني يعني جغرافيا هي مش مهمة لا كجغرافيا هي مش مهمة مش مدينة مش مدينة أهميتها إن ده الجيش الرئيسي بدل مكان الدولة الفارسية بتطلع جيش يوضع جيش فقد هنا طلعت الجيش الرئيسي بقيادة القائد العام رستم كانوا عايزين معركة فاصلة حاسمة تنهي هذا الصداع يعني ده مباراة النهاية مباراة الكاس بالضبط اللي هتخلص على كل حال وكان قد جاء يازد جرد التالت اللي هو اللي احنا قلنا جابوه من استخرده فخلاص بدأ يازد جرد ده يريد أنه هو يؤدي العرب آه بعد نحن نتكلم في حوالي الفتوح بدأت سنة 11 احنا دلوقتي في سنة 15 فاحنا عندنا يعني مساحة واسعة من الانتصارات الإسلامية اللي مفاشلة هزيمة واحدة آه فانتصارات وتقدم ويعني الامبراطورية الفارسية هيبتها وقعت وقعت فهو يريد معركة فاصلة وكانت بقيادة القائد العام اللي هو رستم دي أهميتها لكن اللي حصل أنه احنا قلت أن سيدنا عمر كان يريد أن يخرج بنفسه ويقود جيش المسلمين في القادسية لكن بعض الصحابة وأبرزهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له لا يعني ما ينفعش تتخليك في المدينة فإن هزيمة جيشك ليست كهزيمتك يعني لما أنت تتهزم مش زي لما جيشك يتهزم فالمهم سيدنا عمر اقتنع برأي عبد الرحمن بن عوف طيب نقدم مين فوقع اختيارهم على سيدنا سعد بن أبي وقاص طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص من السابقين للإسلام وهو خال النبي يعني خال النبي بمعنى أنه ابن عم والدة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمينة بنت وهب وهو سعد بن مالك بن أهيب ثم يكتمل النسب فسيدنا سعد جمع وجمع له الجيوش والأمداد نقدر نقول أن جيش المسلمين في هذه المعركة كان 33 ألف وده أكبر جيش أكبر جيش جيش الفرس في هذه المعركة كان 200 ألف يعني المسلمين 33 ألف والفرس 200 ألف 40 ألف قلب 40 ألف ميمنة 40 ألف ميصرة تعرف المعركة دي خدها الفرس قبل كده مع الإسكندر كان جيش الفرس 250 ألف وجيش الإسكندر 25 ألف تقريبا وسقطت فيها فارس تحت إيد الإسكندر فأنا مستغرب على السدفة دول 33 ألف ودول 200 ألف وكان مقسما زي ما أنت شايف كده يلد المسلمين طبعا المسلمين احنا قلنا بيقاتلوا في قبائل يعني كل قبيلة بتبقى تمثل كثير وحتى لما حاولوا شاتتوا القبائل بينهم بعض فشلت الخطة نعم لم تنجح هذه كانت في اليمامة وبعدين استدركها سيدنا خالد من الوليد يعني دي قبائل بكر بن وائل تميم حتى اللي في النص دول هتلاقي هنا أبو جيلة وهتلاقي أسد هكذا يعني حتى دول كتائب بس طبعا هي مش مفصلة في هذه الخريطة طيب دول 33 ألف أيها دول 33 ألف دول 200 ألف ودول 200 ألف إنما هو سيدنا سعد بن أبي وقاص كانت الخطة اللي حطاها سيدنا عمر واللي نفزها سيدنا سعد إنه أبدا لن نتقدم داخل فارس يعني شبكة الأنهار دي مش هندخل فيها يعني أنت لو جبنا خريطة العراق نفسها هتلاقي القادسية دي قبل شبكة الأنهار يعني على مرمى حجر من الصحراء يعني العرب الصحراء في ظهرهم تمام ما دخلوش في القصة المعقدة دي والحاجة الثانية أنه المكان اللي اختروا ده مكان جانبيه مستنقعات ومنخفضات يعني دي مش أنهار هي دي أنهار بس هو ده فرع وحيد عدوه وفضله مسكين وكتبه وده فرع وحيد عدوه لا لا ده ما عدوهش خلاص ده رسطم هو اللي جاي بجيشه إنما أنا بتكلم على مساحة اليمين واليسار دي مساحة مستنقعات لا تخوض فيها الخيل فالمسلمين كسبانين إيه من الوضع ده إنه ما يقتلهمش إلا حد بنفس عددهم يعني صحيح الجيش 200 ألف بس طول الجبهة ده ما يسعش إلا 33 ألف أو ما يسعش إلا 15 ألف اللي في المقدمة يعني الجيش الفارسي ما يقدرش يعمل تطويق لجيش المسلمين دي المحاولة العزينية من المسلمين أيوة دي المحاولة العزينية من المسلمين إنه هو مطوانيش من هنا ومن هنا أيوة فهو اختار أرضاً على يمنها وشمالها كده مستنقعات ومية يعني هو استعان بالجغرافية عشان ما يتمش تطويقه بالزبط كده هنا مستنقعات وهنا مستنقعات وبالتالي مش هارف يجيله من هنا ولا من هنا وما يقدرش يهاجم بأكبر من القوة العددية اللي موجودة يعني ما يبقاش مثلاً موجود عشرة على الصف فيهجم عليهم عشرين أو تلاتين لأ هي المساحة ما تسمحش بأكتر من عشرة آه تمام فهو التاني مش قادر يستفيد من فائد قوته العددية تمام جداً طيب والحقيق طبعاً سيدنا سيدنا بن أقاص وصل للقادسية ودي خطة الوضع على سيدنا عمر نعم آه إنه هو هيظل في القادسية ولن يتقدم وينتظر إلى أن يأتيه عدوه رستم فضل يمشي حتى يعني كما يقال كده مشي السلحفاه مش عايز يتقدم يواجه المسلمين عايز يجذبهم إلى أن يقاتلوا في أرضه يستفيدهم يعني وطبعاً مش من عادة جيوش الفاتحين ولا جيوش العرب إنها تفضل في مكان كده من غير قتال ما فيش الكلام ده فلكن كانت الوصية المشددة من سيدنا عمر والوصية المشددة من سيدنا سعد إن إحنا مهما تطاول بنا الزمن مش هنتحرك من المكان ده عادي إلا أنه يسير الغارات شرقاً وغرباً في أراضي فارس كان نوع من حرب الاستنزاف ونوع من إجبار الجيش الرئيسي لفارس إنه هو يتقدم ويقاتلهم وقد كان بعد شهور وصل رستم بجيشه إلى هذه المنطقة طيب طبعاً معركة القادسية من أخطر المعارك لأنها ظلت أربعة أيام وثلاث ليالي يعني أربع أيام المسلمين يقاتلون وثلاث ليالي والليلة الأخيرة كمان كان فيها قتال قتال متواصل تماماً القتال متواصل وكانت المشكلة أن سيدنا سعد أصيب بي نوع من الحساسية ظهر نوع من البثور في أقدامه وفي ظهره فكان لا يستطيع أن يقوم لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع القعود لا يحسن إلا أن ينام على صدره فهنا كان فيه مبنى دير قديم كده فكان سيدنا سعد أصيب بي نوع من أوقاص قاعد فوق هذا الدير يدير المعركة يدير المعركة بالرسائل بينه وبين جيشه هذه والحاجة التانية أحد الأزمات التانية أن الناس الكتير اللي جايد إحنا قلنا 33 ألف وناس لأول مرة ستقاتل الفرس ففوجئوا بأن فيه 30 فيل والفيل ده سلاح جديد يدخل المعركة وناس العرب بيشوفوه الأول مرة لا وحتى أجدادهم شافوه فتحة في هجمة ناككا الكعبة ده زمان بس عنده تاريخ وسطورة يعني إحنا دلوقتي سنة لو إحنا دلوقتي بكلم في سنة 15 هجرية فقبل 15 هجرية كان فيه 13 سنة يبقى كام؟ 28 28 حط عليهم 40 أسطير يعني حاجة قديمة نعم حتى أنه يعني بعض الروايات أنه لما جاء لما المسلمون أخذوا فيه ودوا المدينة فكان الناس ويخرجون ويقولون أمن خلق الله ما نرى؟ يعني دي حاجة مخلوقة أو حاجة الناس عملها أو ما نشوفوا فيه حاجة مش فالأفيال بقى ظهور الأفيال كان يسبب نفرة الفرس الخيول الخيول مش متعودة تشوف أفيال فهذه كانت أحد المشكلات التي واجهت المسلمين طبعا التفوق العددي لكن كان من المزايا اللي عند المسلمين أنه ظهروهم إلى الصحراء وأن الشمس في وش الفرس وأن كذلك اتجاه هبوب الرياح كان في وش الفرس وكل ده كان بيخدمهم بيخدمهم ثم جاءتهم فرصة أخرى وهي أن الجيش الذي انقسم وراح لجبهة الروم لما انتهت معركة اليارموك أمر سيدنا عمر أبو عبيدة بن الجراح أن الجيش الفرسي رجع تاني الجيش اللي كان في الجبل الفرسي رجع تاني ومن أراد معه فعاد ستة آلاف احنا قلنا هما رحوا تسعة آلاف منهم بقى اللي استشهد ومنهم يعني خلاص واللي تعب ورجع منهم ستة آلاف رجع منهم ستة آلاف ستة آلاف دول كانوا بقيادة عتبة بن هاشم بن أبي وقاص ابن أخو سيدنا سعد ابن أبي وقاص وعلى مقدمته الفارس المشهور القعقاعي ابن عمر التمين فلذلك بنقول أنه يعني الراجل ده اللي هو هاشم بن عتبة هو أحد الناس اللي حضروا المعركتين اليرموك والقادسية وكان قد فقد عينه في اليرموك وعاد مددا فطبعا دول بقى لما الجيش الجديد لما جه قسموا أنفسهم إلى هو طبعا قسم نفسه إلى طليعة وبقية الجيش فسيدنا القعقاع اللي هو كان على رأس الطليعة أول ما وصل ولأ المعركة نشبت فقسم الألف بتوعه إلى عشرات إلى يعني عشرات كل عشرة يظهروا كمدد يعني يروحوا فين يعني عشرات ينضموا يعني الأول يفضل ويوثيروا الغبار من بعيد كأنهم جايين مدد وكأن المدد كبير وبعدين الألف دول بقوا عشر مجموعات كل مجموعة مية فالمية تنضم وكأنها مدد وبعد ساعة المية اللي بعدها تنضم وكأنها مدد جديد يهمهم أن فيه يعني جيوش بتنضم حرب نفسية حرب نفسية فلما كانت آخر آخر مجموعة كان وصل الجيش لو بقية سيدنا هاشم بن عطبة وهذا الجيش بدأ برضو يقسم نفسه هذه القسمة فكان هذا مما رفع معنويات المسلمين ويعني أهضر معنويات الفرس طبعا كانت مهمة أو يعني الخطة الرئيسية لجيش الفرس بالشكل ده أنهم يحاولوا يعملوا ثغرة في الجيش الإسلامي بحيث يفصلوا إلى جيشين ويبدأ مرحلة التطويق دي هو ده الذي لم يسمح به سيدنا سعد بن أبي وقص أنه يدخل من النص كده ويجيوا لأهراهم نعم فلذلك بدأ الهجوم من هذه الفرقة التي يقودها الجالينوس على قبيلة بوجيلة لما بوجيلة لم تستطع أن تثبت يعني طول عليه الوقت يعني بهمن وجالينوس وهرموزان دول ثلاثة قوات من عند رستو آه بس حاولوا يدخلوا من هنا صح البداية كانت من جالينوس اتحرك من هنا لكي يهاجم بوجيلة صمدت بوجيلة لكن لما اشتد عليها الضغط بدأت كتيبة قبيلة أسد تدخل معها وهذه قبيلة النخية يدخلوا معها فبدأ يأتي مدد للجالينوس من الهرموزان ومن بهمن جاذوي ودول بدأت تحصل معركة وبعدين لكي لا يشتد الضغط على هذه القبيلة على هذه القبيلة أو هذا القسم أمر سيدنا سعد أنه إيه يبدأ كل الجيش يهاجم في خط واحد بحيث أنه يمنع تطويق الجيش المسلم ويمنع النفاذ منه وبعد كي سيدنا سعد سيكرر هذه الخطة ضد الفرص لا بس لحظة أنا بس افتكرت حاجة ما عرفش يعني بتبدل معك بيعتبروا معركة الإسكندر مع الإمبراطور الفارس اللي كنا بنتكلم عليها من شوية واحدة من المعركة اللي بتدرس لحد وقت في التاريخ العسكري جيش الفرص 250 ألف جيش إسكندر 25 ألف أنا بس بستغرب على اللي انت بتقوله دلوقتي فبيقولوا إنه الإسكندر لقى نفسه قدام حيطة من 250 ألف فهو مش عارف يعمل إيه فعمل حاجة زي اللي عملها القائد الكعقاع إنه حاول يفك الكتلة دي فبقى يعمل إيه؟ يجري كده يجري بالعرض على رأس كتيبة أو على رأس سرية فتبتدي الجيوش تفتح هو عايزهم يفتحوا في النص استغرب نعم هي نفس الحركة اللي بيعملها بعمل نعم عشان يفتح التكتل اللي هنا بالزبط فأنا بستغرب قد كده العسكر العسكر الجنود يعني بيستفيدوا من معركهم السابقة إلى حد كبير لأن دي نفس الخطة بالزبط صحيح هو عايز يفتح الكتلة دي فيخترقها من النص كده آه بس هو إحنا يعني إذا كان ده موجود في جيش الفورس باعتبارهم جيش نظامي وعملية تورس الخبرة فهو بالتأكيد ما كانش موجود في جيش العرب لأنهما ما كانش عندهم الخبرة دي على كل حال لكن فشل فشل جالي ناسو بقى فشل نعم فشل في هذا خلاص تم الصمود وبدأ الاشتباك على طول الجامعة فبنعني سؤال تاني هنا هو رسطب قائد الجيوش دي يزداجر ما كانش موجود لا يزداجر ده هو الإمبراطور عادي بس كان غالبا في الحروب دي ليحضر الإمبراطور بنفسه لا 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 كان موجود في المدائن فلذلك مثلا لو هات الصورة اللي بعدها يا شباب الصورة اللي بعدها عالية هتلاقي هنا بدأ يحصل ده اليوم التاني هتلاقي نفس نفس محاولة فتح الثغرة بتحصل ويبقى الضغط على أبو جيلة وعلى قبيلة أسد لكن سيدنا سعد بيأمر بالهجوم بطول الجبهة بحيث أنه ما يحصلش اختراف هذا التطويق نعم اللي بعدها اللي بعدها هنا بقى إيه بدأ المسلمين هذا اليوم الأخير يعني ما كان سيدنا السعدة هو فوق الدير ده والمكان ده ده بقى تقدم للجيش المسلم وهنا قبيلة التميم بدأت تعمل الحركة اللي أنت بتقولها دلوقتي أنه قبيلة التميم بالقيادة القعقاعي بن عمر التميمي عملوا نفسهم كرأس سهم يقصد مباشرة إلى رستوم بحيث أنه انهيار سقط رستوم سقط الجيش وهو ما كان فعلا طبعا نحن بنختصر بطولات هائلة حصلت في المعركة لكن أنا بتكلم بس على شكل المعركة النهائية شكل المعركة النهائية أنه كان بهذا الشكل وبالفعل استطاع القعقاع بن عمر التميمي أنهم يصلوا إلى رستوم واستطاعوا أن يزيلوا خباءه طبعا أيضا كان من فضل أنه هبت ريح شديدة في ذلك الوقت وخلعت خيمة رستوم ثم أحد المسلمين استطاع أن يقتل رستوم وبالتالي انتهى الجيش لكن التطويق اللي هنا عمل يبقى عمل أن الجيش الإسلامي قدر يحاصر الميصرة بتاعة الفرس الميصرة دي مع الفتش تهرب فيه الميمنة دي كان لها هذا الطريق إلى الجسر يعني من استطاع الفرار من جيش الفرس كان في الميمنة لكن الميصرة ما أعرفك لكن الميصرة خلاص حصرت بس هات الخريطة اللي قبلها خلص كده يعني ما ده اللي بقى يعني اللي قبلها بقى تاني اللي قبلها تاني أيوة دي ده ما كان سيدنا سعد صح الاختراق كان من هنا وهو قريب لسيدنا سعد نعم يعني اللي أنا عايز أقوله لما هتقلب الخريطة بقى هتلاقي قبيل التميم القعقاع مش كده جاء يعني اللي كان هيحصل هنا هو اللي حصل هنا أيوة نعم هو ده اللي حصل بالظبط يعني كان الوصول لسعد هينهي القضاء هينهي العرب كم على سبيل بالظبط طبعا فبقى الوصول إلى من أين قتل عربك نعم بالفكرة يعني ما هو أنا بقولك يعني هذه هي من الأشياء العجيبة لملكات غريبة نعم يعني هذه هي من المواهب هنت قلت جملة صح لما بكلمك على جيش الإسكندر كان الإسكندر بيعمل الحركة دي عشان يوصل للإمبراطور وهو قال لقواده لو وصلنا الإمبراطور وأتلناه انتهى الجيش صحيح وده اللي حصل في عنده فتح الجيش دخل الإمبراطور أتله وانتهى الجيش على كده طيب ده جيش مدرب ودخل في حروب مع اليونانيين وبتاعه لكن دول عرب وبيحربوا بهذا الشكل النظامي لأول مرة في تاريخهم وبأسلحة هي برضو الدرع والسيف ما فيش أي حاجة ما كان آخرهم قبل كده الكر والفر من أين آتوا بملكات العسكرية دي يا أسلام هذه ملكات ومواهب يعني دي ملكات ومواهب لكان فيه أكاديميات ولكان فيه جيوش تقدر تدرب وتورث النظام وسوريا يعني إيه إمكانيات سيدنا عمر العسكرية عشان يعمل خطة زي دي إيه إمكانيات سيدنا سعد هذا المريض إنه يعمل خطة زي دي والله أنا أتصور إنه لما كل واحد يتحط في مكانه يعني لما يبقى فيه قائد عارف مواهب أصحابه فيعرف يحط كل واحد في مكانه وساعتها يعني بتشوف الإبداع بيبدأ طيب يعني أنت معايا إنه الخريطة بتاعة جالينوس أيو نعم هي نفسها معقوس هي المقلوب ده بالضبط كده هي مقلوب ده وبالتالي انتهى الميصرة هاته الخريطة اللي بعدها يا شباب خريطة اللي بعدها خريطة اللي بعدها هيظهر التطويق أيوة شباب الجيش الإسلامي إحنا قلنا الجزء اللي هو ما يصر ده لم يستطيعوا خلاص حوصوا بماتبع هنا مستنقى وهنا اللي كان في القلب والميمنة هم الذين استطاعوا أن يعبروا طبعا معركة القادسية دي استمرت أربع أيام بتلت ليالي إحنا نتكلم عن حالة هائلة من يعني البسالة والبطولة وناس جاهدي طبعا مشكلة الأفيال مثلا يعني مشكلة الأفيال دي يدخل برضو في الإبداع اللي حضرتك قلت عليه يعني المسلمين عملوا أربع ابتكارات لمواجهة الأفيال باعتبارها شيء جديد أول حاجة مثلا عملها واحد من المسلمين إحنا ما نعرفش اسمه لغاية دلوقتي هو واحد فضل يقول طب الأفيال دي نحلها إزاي فقضى ليلته يبني فيلا من الطين ويقربه من فرسه فيل من الطين كده أو يدرب الفرس عليه علشان الفرس يتعود عليه ما ينفرش منه وبالتالي لما جتاني يوم الفرس شاف الفرس لم ينفر منه فبالتالي تبعته خيول المسلمين ده ابتكار مثلا واحد شغلوا الموضوع الحاجة التانية أنه هي كانت أي ميزة الأفيال هي طبعا كيانات ضخمة كائن ضخم كده وعلى جانبي الفيل فيه تابوتين والتابوتين دول عليهم مقاتلين بالرماح بالسيوف بالسهام فالفيل لما بيتحرك بيحصل زلزلة في صف الجيش الزلزلة دي بيستثمرها المحاربين اللي هم على توابيت الفيلة ويبدأوا يطعنوا يرموا لأنه خلاص داخلوا عمل ترابكة فمثلا بدأت المسلمين بدأوا يعملوا عمليات خاصة كده أن في ناس فدائيين يروحوا كل مهمتهم أن يقطعوا الحبال التي تربط التوابيت فتسخط التوابيت فالفيل يعني شيء ولما تسقط التوابيت خلاص يعني ما فيش حد بيوجه الفيل آه تمام فكده الفيل بيفقد فعليته طبعا لما ده حصل في أول يوم الحركة ده حصل في أول يوم الفيلة ما ظهرتش تاني يوم لأنهم قضوا الوقت كله في محاولة إصلاح هذه الأحزمة التي قطعت وبدأوا يحطوا حوالين لما ظهرت بقى الفيلة في ثالث يوم بدأوا يحطوا حواليها فرقة حراسة علشان ما تتكررش التجربة دي فلما حطوا فرقة حراسة الفيل لما كترت الناس اللي حوليه بدأ يشعر بالأنس ما يبقاش متوحش وهايج زي الأيام الأولى وهذا أيضا مما أعاق حركة الجيش الفريسي المعتمد على تقدم الفيلة وبعدين جات لهم معلومات من العرب اللي هما أسلموا من عرب العراق اللي هما المناظرة وغيرهم يعني أن الفيل يمكن أن تتجنب يعني ما يبقى لهش فايدة لو أنت أصبته في عينيه أو قطعت خرطومه فبدأت الفدائيين أو الكتائب الفدائية تبقى مركزة أنها تصيب الفيل في عينه أو الخرطومة أو تقطع خرطومه وبعدين لحظوا أن الفيلة بتتحرك بقيادة فلين يعني هما 30 فيل صحيح بس فيه فيل اسمه فيل لونه أبيض كده اسمه الفيل الأبيض وفيه فيل لونه رمادي لونه يعني فراني يسمونه الفيل الأجرب الاثنين دول كأن الفيلة تتبعهم فحصل تركيز من القعقاع ابن عمر التميمي طبعا بتعليمات من سيدنا سعد لأنه شايف المعركة من فوق أنه القعقاع وبني تميمي يكفونه الفيل الأبيض وقبيلة بوجايلة تكفيه قبيلة بأسد تكفيه الفيل الأجرب فلما قتلوا الفيلين دول هاجت الفيلة خلاص ما بقواش عارفين روحوا فين يعني هو الجيش الفرسي كان معتمد على الاتنين دول في التوجيه ووراهم بقي الفيلة فاحنا بنقوله يعني وجود المعلومات وجود الابتكار في الحلول الكل ده خل المسلمين يتجاوزوا عقبة هائلة وشديدة وغير مسبوقة أغلب الجيش ده ما شفهاش قبل كده اللي هي عقبة الفيل الفيل نعم وطبعا مات كثير من الشهداء بس خلينا أسأل سؤال ماذا لو أني الجيش الإسلامي خسر معركة القادسية نعم هو طبعا ده كان احتمال قائم خلينا نقول أنه عمليا كان هتبقى ضربة قوية للقوة البشرية الإسلامية لكن مش هتبقى ضربة قوية للمساحات الجغرافية المكتسبة مش أتغذي عليه لأنهم في الآخر بيقتلوا على حدود الإمبراطورية الفارسية تمام فهم يعني الفرس ما توغلوش في ديار العرب نحن كده على الحدود بين العرب وبين الفرس فلو هزموا كان هيبقى فيه مدد آخر وحملة أخرى طيب وماذا أضافت القادسية بقى لل كسرت الجيش الرئيسي للإمبراطورية الفارسية وكسر الجيش الرئيسي يعني المعركة التانية اللي بعد القادسية المعركة المهمة التانية كانت فتح المدائن يعني وبعد ما تكسر الجيش ده نحن كنا أمام العاصمة مباشرة طيب بالوقت خلص إيه اللي هنشوفه في الحلقة الجاية الحلقة الجاية ممكن نشوف نهاية الإمبراطورية الفارسية فتح نهاوند الذي هو فتح الفتوح طيب هنكمل من القادسية إلى نهاوند إن شاء الله إن شاء الله بشكرك جدا يا أستاذ محمد كانت يعني حلقة ممتعة ومفيدة جدا بشكرك جدا ربنا يبارك لك وتقبل منك دي كانت نهاية الحلقة ونهاية أو يعني عرفنا كتير عن معركة القادسية إن شاء الله في انتظار الأسبوع القادم مع الأستاذ محمد ومعركة نهاوند إلى أن أراكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير